اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوطنية اذن الحسب القناة هذه فيها الانديليغاسيون تاع الصينيين تاع شركات صينية تجاول منطقان تاع البشار وداروا اجتماع مع المسؤولين تاع ولاية البشار المسؤولين تاع المشروع هذا القطاعات المعنية في المشروع هذا ليعتقد مشروع هام ونشوفه هنا في موقع اخر سوف يتم في القريب في المستقبل القريب توقيع الاتفاقية بين كل اطراف الجزائرية والصينية لانطلاق المشروع انتاع قارج بيلت والخطة الجديدة الخطة الجديدة اللي قررتها الدولة الجزائرية واللي قريتها هنا في الارتيكل هنا هي انه في الاول كان المطروح المشكلة المطروح يعني باش باش تنطلق الاشغال انتاع حقيقيا انتاع المشروع انتاع الحديد لازم يكون مشروع انتاع سيكك حديدية هذا هو المشكلة اللي كان مطروح لازم سيكك حديدية توصل حتى لمنطقة تندوف اذن باش ننتظر حتى تكون فيه سيكك حديدية يعني من منطقة الاستغلال انتاع المنجم في قارج بيلات الموقع الواقعة في اقصى جنوب ولاية تندوف الامر يصبح يعني شبه صعب جدا لانه لازم تكون فيها تكون فيها خط انتاع سيكك حديدية كما في المناجم الفوسفات في الشرق الجزائري فيه خط سيكك حديدية يربط المناجم متاع الاستغلال لازم فيها يكون فيها خط انتاع سيكك حديدية اللي باش يدي المينري يوصلوا للمنطقة انتاع الشمال انتاع الاكسبلوتاسيون وانتاع الاستغلال وانتاع التصدير وكذلك المناطق انتاع التحويل انتاع المنجم تاع الحديد على مستوى المركبات الصناعية اذا الحل وشنو الحل بهم ان انتظرش باش ننجز الخطوط السيكك الحديدية هو الجزء اللي خاص في السيكك الحديدية يوقع ما بين جارج بيلات في تندوف ومنطقة بشار اذا هذا هو الجزء اللي خاص في الخطوط السيكك الحديدية ما عندنا السيكك الحديدية ما بين تندوف وبشار اما ما بين بشار الى حدود الشمال الى مناطق الشمالية فيه خط سيكك الحديدية موجود ما بين بشار الى وهرن الى كل المناطق اللي قريبة للمركبات الصناعية اذا تقرر قرر باش تكون فيه انفلوت انتع الشاحينات لتوصل الحديد المستخرج من قارج بيلات الى بشار تجميعوه في بشار ثم ايصالوا من بشار نحو الشمال عبر السيكك الحديدية اذا امر لومينري هذا هو القارج الجديد وهذه حل مليح يعني يسمح باش ننطلق مباشرة في في انجاز المشروع هذا و المباشرة في استغلال المناجم انتع الحديد اذا عندنا جزء ما بين تندوف وبشار يكون عن طريق شاحينات يعني الشاحينات كبيرة كان نوع الشاحينات الخاص بنقل المينري الحديد اذا عندنا الجزء الاول هو طريق ما بين تندوف وبشار حوالي 500 كيلو متوسط 500 كيلو متر ثم من بشار نحو الشمال كذلك نحو حوالي 800 كيلو متر نحو الشمال عن طريق سيكيك الحديدية وهذا هو الحل الأمثل وهذا هو الجديد في المشروع هذا إذن المشروع سوف ينطلق عن القارب العاجل وفيه نيكيب الفرقان تاعل الصينيين اللي راي متواجدون في بشار وعلى هال نيكيب الفرقان تاعل الفرقان تاعل الصينيين راحت البشار وما راحت شلتين دوف بهذا السبب لأنه بشار راح يكون المكان اللي راح تتجمع فيه كل الحديد المستخرج في انتظار تحويله نحو الشامل وهنا نزيد نشوف نروح نشوف الفيديو ننتعي الوزير اللي تكلف في الموضوع تم بمقار ولاية بشار عضو المحاور الكبرى لإنجاز مشروع مشترك استغلال منجم الحديد غاز جبيلات بغارج بيلات بيتندوف بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم ومسؤولين محليين ومديرين تنفيذيين لمختلف القطاعات المعنية بهذا المشروع المنجمية وممثلي شركات صنية ممثلين لأننا كمرحلة أولى ما فيه سكة حديدية بين غارج بيلات وبين بشار الأبود رح تكون فيه مفلوف كبير انتع شاحيات اللي رح تعمل تجيب هذه المادة من تندوف إلى بشار ولا حتكون فيه محطة انتع انتع تخزين هنا على مستوى بشار ومن بشار رح تروع عطبر السكة الحديدية إلى بطيوة هذا المشروع رح يفتح مجالات كبيرة رح يخلق ناشط كبير اللي من خلاله الناوين إن شاء الله انتع تدير سيكي للكونومي الجريان ثانيا إعادة وكطوير بلك البحث المنجمي وذلك من أجل الميزة لإمكانك دوتفو جزمو اي اوسي انغشير جزمو اكتوال الميو إذن إن شاء الله يكون فيها خير هنكتفي بهذا قدر والسلام عليكم